صباح لحضر لكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ملف الحماية الاجتماعية بيعتبر ملف من أولويات الدولة المصرية تحديدا في ظل الأزمات العالمية اللي بتضرب العالم ككل بسبب تأثر الاقتصاد العالمي يمكن مصر بتعمل باستمرار على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشي للفئات الأكثر احتياجا علشان كده تبعنا التوجهات اللي أصدرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليار و400 مليون جنيه لـ 529 مليار و700 مليون جنيه بنتكلم على زيادة بتقدر تقريبا بـ 48 و8 من 10% وده بيأكد حرص السيد الرئيس على دعم الأسر الأولى بالرعاية في ظل الموجة التضخمية اللي يمكن بيشهدها العالم زي ما قلت لحضراتكم وفي نفس الوقت بيوفر نوع من أنواع مظلة حماية لألفئات الأكثر احتياجا أكيد طبعا ما فيه شك أن فيه اهتمام كبير بتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وده بيكون من خلال رفع المخصصات المالية لبرامج الدعم في الموازنة أو من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكملة خلينا نعرف من الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية الاقتصاد السياسي والتشريع التفاصيل دي وإزاي ده حيعود علينا كشعب صباح الخير عليك يا دكتور من أولنا واشاء الله أهلا وسهلا ومحرام صباح الخير صباح الخير يا دكتور صباح الصعاد دكتور بنتكلم على زيادة في ملف الحماية الاجتماعية بتقدر بتقريبا 50% نعم لأوز التحديد 48.8% يمكن الزيادة دي موزعة على عدد من الشريح بنتكلم مساهمة في صلاديق المعاشات بنتكلم على دعم السلع التموينية بنتكلم على دعم أيضا المحروقات بنتكلم على معاشة الضمان الاجتماعي والمبادرات الخاصة بالصحة تحديدا شايف أهمية الدعم ده إزاي والزيادة دي في هذا التوقيت الحالي وهو كل تأكيد طبعا 49% أو 50% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية بتاخد ثلاث أبعاد رئيسية أو ثلاث أهداف رئيسية هو بعد الحماية بعد الرعاية بعد التنمية هو الهدف من أي تغطية اجتماعية هو الوصول من الحماية والرعاية إلى أوجه التنمية المستدامة بمعنى أنه بيخصص جزء من أوجه الدعم زي ما حركتها فضلت إلى دعم السلع التموينية على سبيل المثال ده بيستهدف بشكل أساسي الفئات الأولى بالرعاية اللي هي بتحتاج نوع من الدعم الغذائي عشان الحفاظ على مستوى صحة عامة ومستوى غذائي معين ده بيحقق نوع من أو أحد روافد الحماية الاجتماعية وهو الحماية الحماية من الفقر والحماية من سوق التغذية والحماية من الوقوع تحت خط الفقر فهذا أول هدف الاتجاه الثاني هو الرعاية إننا أرعى فئات معينة وبيخد بقى الرعاية هنا بتاخد أوجه مختلفة زي الدعم النقدي دعم فئات وأسر بأرقام معينة بشكل شهري بهدف الوصول زويهم أو الأطفال الصغارين إنهم يوصلوا لبلوغ أو تبدأ تصل الأسر المستهدفة دي إلى أن هي لمرحلة تنمية أو أن يكون عندها دخل مستمر ودخل اليوم البعد الأهم والثالث هو الوصول إلى التنمية أو تحقيق التنمية لابعا عندنا كده الرعاية والحماية والتنمية التنمية هنا يقصد بها الجزء المخصص من المخصصات الدعم اللي بيستهدف أنه ينقل بقى المجتمع أو ينقل الفئات الأولى بالرعاية من أنه هم يتلقوا دعم بشكل مستمر إلى مرحلة الإنتاج وده الهدف الأساسي من برنامج الحماية الاجتماعية بشكله الكامل وهنا يدي فرصة أكتر بقى للمساهمة فيه النتج المحلي الإجمالي وأنه الفئات الأولى بالرعاية بدل ما هي تظل نفس العدد اللي موجود بنفس الأفراد أنهم ينتقلوا مرة تانية ويخش شريحة غيره بحيث أنه يحصل نوع من التغطية الاجتماعية المتوازنة ما بين الأقاريم المختلفة سواء كنا نتكلم عن الحضر أو الريف أو نتكلم على فئات أولى برعاية أو أطفال أو فئات في التعليم الأساسي إلى آخره من مخصصات الدعم والرعاية بشكل كامل في فئة دايما كانت بتقن سنوات طويلة وكانت دايما بتشتكي من الإهمال فئة المعاشات دايما كانوا بيحسوا أن التضخم بيبقى أعلى بكتير جدا من الزيادات اللي ممكن تكون بتبقى لها علاقة بالمعاشات يمكن الوضع اختلف مع زيادة المعاشات الأخيرة وكمان مع المبادرات الصحية الكتير لأن مشكلة أصحاب المعاشات دايما بتكون أن جزء كبير قوي من المعاش بيلتهموا الرعاية الصحية اللي هي بتبقى وكادش مؤمنة مع المشروعات الجديدة أعتقد الوضع الممكن يقول هو بتأكيد هو ده بيتقطع مع الهدف الثاني اللي هو الرعاية اللي هي الفئات الأولى بالرعاية اللي هي بذلت جهة كبير في المجتمع اشتغلت بقى لها دور أو لها حق واجب في برامج الحماية الاجتماعية بيتمثل في زيادة مخصصات المعاشات والهدف هنا يعني بيأخذ أوجه مختلف أول حاجة أنه بيدرأ جزء كبير من المخاطر الممكنة وطبعا المخاطر هنا بنتكلم عليها اللي هي متعلقة بالتدخل على سبيل المثال أنا داخلي رقم معين زيادة الأسعار الرقم مش هيقدر يكفي احتياجاتي الأساسية فهنا بيستوجب الجهات المعانية وبتحديد السلطات النقدية وزارة المالية أن هي بناء على توجهات القاعدة السياسية أن هي توفر المزيد من التغطية للمعاشات بهدف الوصول لحد معين من الاستهلاك يوفي بالحد الممكن من الاستهلاك لدى أفراد المعاشات عشان كده كان بيكون يعني احنا بنشهد كل شهر 3 وكل شهر 4 من كل سنة إعادة صياغة لملف الحمال الاجتماعية وبالتحديد الفئات الأولى برعاية المعاشات بهدف الوصول لحد ممكن من الاستهلاك يحقق نوع من التوازن وهنا بيأخذ شقين شق الأول هو الدعم النقد اللي بيتاخد أو الزيادة النقدية اللي بتكون موجودة في رقم المعاش معاشي رقم كذا بقبط كذا من المعاش بيزيد بمعدل قد كذا اللي هي الزيادة اللي معروفة يعني تخطط في مجملها السنة دي في حدود 25% الشق الثاني هو الحماية من الأمراض والبدائل الممكنة هو بالتأكيد أي معاش بيتم صرفه بيبقى فيه جزء مخصص للغذاء وجزء مخصص للدواء هنا بقى يتقاطع مع أهداف أخرى خاصة بالسياسة الاقتصادية للدولة هو توفير بيئة صحية وتوفير يعني رعاية صحية شاملة هنا هياخد الجزء بتاعه اللي هو الزيادة اللي حصلت فيه الأجل بالإضافة فيه المعاش بالإضافة إلى يعني هيجنبه أنه هو يصرف من هذا المعاش على برامج الصحة أو أنه ينفق عليها من جيبه الخاص يعني وبالتالي هنلاقي أنه فيه برامج خاصة زي البرنامج القومي أو الشامل للتأمين الصحي بالإضافة إلى مخصصات خاصة بالنفقات العاجة على مستوى على نفقة الدولة ويمكن ده اللي زاد بمعدلات تتجاوز الـ 12% ووصلت في بعض التقديرات إلى 17% وده رقم كويس جدا ورقم كبير بالنسبة لحجم الانفاق على الصحة بالإضافة أنه هيقدر يستفيد بالمعاشات الخاصة أو الرعاية الصحية الخاصة اللي يكون ممكن يكون مشترك فيها خلال فترة خدمته يعني فيه بعض الجهات وبعض الـ ليه زي السنديق كده زي السنديق اللي هي علاقة بالرعاية الصحية وده بيكون باشتراك مقطع سابقا فيقدر أنه يستفيد به من غير ما يأثر على الدعم الموجه له أو الزيادة المخصصة له في المعاشات والهدف الأساسي هو الوصول إلى حد ممكن وحد مقبول جدا من الرعاية الصحية اللي تتوافق مع المجتمع ككل طيب دكتور يمكن حضرتك تحدثت عن فكرة الزيادة والارتفاع في مستوى المعيشة تحديدا وده السبب الرئيسي فيه زي ما احنا عارفين الموجة التضخمية اللي طالت أثرها بلدان كتير جدا ويمكن أثرت بشكل رئيسي على كل مواطنين دول العالم وفي القلب منها مصر يعني هي مش خارج أو بعيدة عن دائرة التأثير والتأثر بطبيعة الحال لكن اقتصاديات الأسر أصبح المستوى المعيشي بالبلدي كده زي ما بيتقال ومتداول احنا نزلنا طبقة لا نزلنا طبقتين فهل سرعة اتخاذ هذا القرار من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو حفاظا على المستوى ولا زي ما حقاك قلت لا هو تحقيق تنمية مستدامة أيضا هو بكل تأكيد الهدف من السياسات الاقتصادية كلها هو الوصول إلى معدلات تنمية ومعدلات نمو مستدامة ومتصعدة ده الهدف الأساسي من السياسات الاقتصادية الاستدامة والتصاعد والتصاعد واننا يبقى عندي معدلات نمو موجبة دائما بتتخطى معدلات نمو السكان معدلات 2.5% بيزيدوا يبقى لازم يكون على الأقل الضعف يكون موجود في معدلات النمو عشان نقدر نحس بفرق حاكي يعني جيت على مربط الفرق زي ما بيقولوا كده أو يعني أصبت كبد الحقيقة فكرة تتخطى معدلات نمو السكان لأن هي الآفة التي تأكل أي تنمية بالتأكيد لابد أن يكون على الأقل ضعف ضعف معدل نمو السكان يكون فيه معدل نمو لناتج أو اللي هيأثر بعد كده للتنمية عشان كده بيبقى فيه شقين الشق الأولاني هو درء الخطر اللي ممكن يكون موجود اللي هو معدل التدخل استعاب الموجة اللي ممكن تكون هتحصل عن طريق اعتمادات مالية جديدة نظرة مستقبلي مستقبلي عشان كي احنا في شهر أربعة بداية العام المالي بيبدأ في واحد سبعة فإذا خطوة استباقية للموجة التدخمية اللي هتبدأ تشتغل في شهر سبعة هي مخصصات بيتم اعتمادها واترجع في الموازنة العامة للدولة بهدف أن الحكومة تشتغل عليها بداية من العام القادم أو العام المالي القادم عشان كده بيكون فيه خطوة استباقية للموجات التدخمية أو الأثر اللي ممكن يكون حصل بالفعل للموجات التدخمية وده اللي حاصل بالفعل وده اللي حاصل بالفعل احنا العالم كله الآن إنجاز التعبير هو في حالة من الاضطراب المالي والنقدي الغير مسبوك احنا بنتكلم على التوقيت اللي احنا فيه حاليا على مستوى العالم ماليا ونقديا يمكن يتشابه إلى حد كبير إلى فترة ما بعد الحرب العالمية التانية يعني حالة من عدم الاستقرار حالة من عدم اليقين على مستوى العالم بتدفع بشكل أو بآخر سلسل الإمداد الطاقة والغذاء إلى تزبزه بحد جدا بيأثر على بس احنا واخدين إجراءات هو هنا بقى بيجي جزء إن الحكومات دايما بتقوم بعملية صياغة سياسات السياسات دي بتتميز بالمرونة يعني لو احنا تابعنا أو متابعين من حوالي شهر كان فيه تعديل للحد الأدنى الأجور وتعديل للإعفاءات من الضرائب وحزمة اجتماعية ماكملش شهر وقدت طبقت الشهر الحالي طبقت طبقت فعاليا من الربع الأخير اللي هو العامل مالي الجاري قبل ما ينتهي العامل مالي تم صياغة برنامج حماية اجتماعية تخطى 48% أو بنتكلم على 50% بالمناسبة هو متوقع كمان مع شهر 9 اللي جاي إنه يحصل صياغة ليه مرة تانية ليه؟ لأنه البرامج الحماية أو المخصصات الخاصة بالحمال الاجتماعية دايماً بتاخد في اعتبارها متغيرات عدة تأكيد على الفلكسابيليتي إنه يتعامل بعض نمونا والتجدد دايماً عشان يقدر يحفز على رينجو معين أو على معدل معين لمعدلات النمو ومعدل معين من الإنفاق والدخل للفئات المجتمع كلها بهدف الوصول إلى نمو مستدام إنه النمو يبضل موجب ويبضل أعلى من معدلات النمو السكاني بشكل مستمر يعني أعتقد لو لا برنامج الإصلاحي الاقتصادي اللي عزمت علي مصر في 2016 ده كانت الدولة تقف يعني مغلولة الأيدي ومكتوفة الأيدي أمام ما يحدث بسبب عدم القدرة المالية على يعني فكرة رفع هذه النسبة بالشكل الكبير ده بلكني بلكني 50% أعتقد ما حصلش قبل كده وبكل تأكيد إنه الإصلاح الاقتصادي بتحديد هو عملية مستمرة يعني لا تقف عند برنامج معين هو اللي بيختلف من البرنامج الأخير 2016 والبرامج اللي سابقى في عقود قبل كده هو الاستمرارية والمرؤون إنه يفضل متجدد على طول يلاحق السياسات المحلية والخارجية ويبدأ إنه يعيد سياغة السياسات الاقتصادية بهدف الاستمرار على معدلات معينة أو معدلات مستهدفة فبنلاقي إنه حتى إن حصل خلال سنة أو سنتين اضطراب حد في الأسعار يعني زيادة مضطردة في الأسعار هنلاقي إنه في السنة التالتة مباشرة لابد إن الأسعار تبدأ إنها تستقر ويلحقها ارتفاع في المستوى العام للأجور بهدف استيعاب الموجة التدخمية اللي موجودة وبيكون دايما مسبقة يعني قبلها بربع سنة ثلاث شهور بنلاقي إنه البرامج الاقتصادية على طول خدت إجراءاتها وبدأت إنها تصير إحنا ما بنقولش إن الدنيا كلها أحسن حاجة ولكن إحنا بنقول درء الخطر الممكن والحفاظ على مستوى استهلاك معقول وأدمي ومستوى انفاق على التعليم وعلى الصحة وعلى البنية التحتية يعني بيحفظ معدلات نمو واستدامة في معاملات التنمية تلا تستمر الأزمة ولا تتفاقم بالضبط وده اللي بيفرق عشان ما نرجعش تاني لأنه البرامج الاقتصادية في العالم كله ثبت نجاحها إن هي برامج إصلاحية مستمرة البرامج دي السياسات اللي بيتم سيغطها من الحكومات لابد إن هي تتميز وتتسم بالمرونة والتجدد بشكل مستمر يعني إحنا نتكلم على اقتصاد مارين نتكلم على خطوة لابد أن تتخذها الدولة وفي ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الفائدة اللي بيقره البنك الفدرالي يعني من حين لآخر فإذن مصر تسير على الطريق الصحيح من أجل الحفاظ على مستوى معيشي وتنمية للجهات الأكثر يعني احتياجا تهديا بنشكر حضرك الدكتور فرج عبدالله عضو الجماعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع شكرا جزيلا لحضرتك